السلام عليكم أشار الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى تغير في الموقف الروسي خلال المفاوضات السياسية هذا وفي سياق المساعد الدولية لخفض التصعيد أجريت مكالمة هاتفية ثلاثية مطولة أمس السبت بين كل من المستشار الألماني والرئيس الفرنسي والرئيس الروسي بدوره أكد مستشار الرئيس الأوكراني استمرار المفاوضات بين الوفدين الأوكراني والروسي عبر الفيديو وتشكيل مجموعات عمل فرعية خاصة وكان لافتاً تصريح الرئيس الأوكراني بأن روسيا تبنت نهجاً مختلفاً بشكل جوهري عن توجهاتها السابقة في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب وقال زيلينسكي للصحفيين إن هذا النهج يتناقض مع محادثات سابقة عندما كانت موسكو تكتفي بإصدار إنذارات وأكد أنه سعيد بتلقي إشارة من روسيا بعدما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أنه يرى بعض التحولات الإيجابية في المفاوضات شكراً على المشاهدة ندعوكم لأشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد